اهلا فيكم حبايبي برج القوس في قناتي راح نشوف شوي توقعاتك العاطفية او من وقت مشاهدتك للفيديو الى اخر الشهر القراءة مثل دائما راح تكون للبرج الشمسي والقمري والضالة وايضا تقبل العكس يعني ممكن تحس انه بعض الاشياء اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك اذا انت عم تتابع لبرج القوس يعني او عم تتفرج على برج القوس ممكن تحس انه بعض الاشياء اللي بحكيها طاقتها تشابه طاقتك طبعا متل دائما خد من القراءة الاشي اللي بتحس انه بيفيدك لانه قراءة عامة يعني مش راح تنطبق الجميع فاخد من القراءة اشي اللي بيفيدك ممكن يكون في رسالة اشي معين بيفيدك واترك الاشياء البعية ما تحاول انه تخلي القراءة ما تنطبق عليك مئة في مئة لانه مستحيل هاي وتوقعات بالاخر اوكي حبابي برج القوس راح نبلش بطاقتك اول بعدها راح نشوف طاقة الحبيب طاقة الشريك خطواتك في المستقبل خطواته ايضا هو في المستقبل وشو ممكن يكون ما تصير العلاقة بينكم او ما تصير التواصل بينكم وبشو راح ينتهي يعني واذا في اشي بدنا نوضحه بالقراءة راح نسحب كروت توضيحية لحتى نوضحه طيب ملش بكروت نصيحة اول لبرج القوس القوس برج القوس عم شوف انه انت حاليا عم تجهد حالك ممكن بالوضع العملي او بالوضع المادي وفي عندك اشي عم يجهدك او عم يتعبك وعم يؤثر ايضا على جسدك الوضع عم يؤثر عليك من الناحية العقلية وايضا من الناحية الجسدية فكروت المصيحة بتحكي لك and relaxation is essential انت بتحتاج حاليا الى وقت مستقطع وقت للراحة slow down ايضا نحكي لك انتظر او خلي الامور تيجي متل ما تيجي pause and allow things to unfold خليك في وضع تراقب الوضع حاليا او تراقب حتى الحبيب حاليا او الشريك اسمح لك وضع انه شوي شوي ينفتح بينكم او شوي شوي تكتشف اشياء عن العلاقة او نبين انه انت متسرع حاليا او بدك اشي بسرعة حاليا يعني بدك هلأ هلأ في شخص بحياتك او في اشي بحياتك معين عم يجهدك عقنيا وانت بدك يا بدك بدك تحقق هلأ بس كروت النصيحة بتنصحك انه يعني تتمحل تستنى لانه في بداية جديدة رح تيجي عندك حاليا انت رح تمر ببداية جديدة ممكن يكون ايضا مع شخص عم تفكر فيه ولكن في بداية جديدة رح تصير بينك وبينها الشخص في رحلة جديدة رح تمر فيها واذا انت خايف من العلاقة بينكم او خايف من الارتباط مع الشخص او او خايف انه انه الامور تكون بينكم جدية عم شوف انه بيحكي لك هون في حماية الهية للك او معك يعني الكون عم يحميك الله عم يحميك بكل خطوة عم تتخذها حاليا والوضع بينكم مش رح يكون عم شوف يعني رح يكون فيه بينكم احتفالات رح يكون فيه بينكم حتى نوع من الصداقة لانه تتحكي عن فان تايمز او اوقات مريحة ففيه بينكم رح يصير الوضع رح يكون عفوي اكتر من ما هو جدي يعني فيه عندك بداية جديدة رح تصير رح تكون مليانة بالتفاعل فقط بدك تتمحل برج القوس ما تتسرع باتخاذ القرارات هذه كان بالنسبة لكروت النصيحة بالنسبة لطاقتك انت برج القوس فيه حاليا فيه حاليا عم تمر اه بتاستنج اريا او في فترة امتحانات او اختبارات سواء كان بشخصيتك سواء كان بعلاقتك سواء كان مع الحبيب ممكن تكون انت حاليا عرضة الى الى تمتيشنز ايضا او حاليا انت ممكن تكون عرضة الى اغراءات الحياة ايضا بدك تنتبه من العادات السيئة يعني ممكن تكون انت حاليا محوط بعادات سيئة سواء كانت من لست او او شغف تجاه الشخص او اشياء او علاقات جنسية او سواء كان من ادمان على مخدرات او اشي مثل هيك بدك تنتبه من اي او اي اغراءات لانه انت حاليا عم شوفك بمطرح محدود فيها الى انه اذا مش هيك الوضع بالنسبة للك في شخص بحياتك حاليا انت منجذب جسديا لانه بطريقة كتير عالية عم تحس انك مربوط فيه روحانيا عم تحس انكم مقيدين او مربوطين ببعض مربوط ولكن عم شوفك فيه نقطة او فيه وضع صارم او فيه قرار اخترته وما بدك تتنازل عنه يعني فيه نقطة عندك هون فيه عندك الستيك هاي وعندك السيف هون يعني انت ماسكهم ومش مستعد تتنازل عن قرار او عن اختيار انت اخترته عم تعامل الوضع بطريقة كتير قاسية او كتير منطقية برغم المشاعر اللي انت عم تحس فيها عم شوفك الى انه او عم تتخذ الطريق العقلاني او عم تتخذ طريق تحليل الامور اكثر مما انه تعتمد على عواطفك بالنسبة للحبيب او الشريك اللي عم تتعامل معه عم يحس انه مظلم لانه فيه عنده كون جاستس فهالشخص بده بالعلاقة يكون فيه توازن بالاخد والعطى وهو بيحس انه للبعض منكم اللي منفصلين هو بيحس انه ما كان فيه توازن بالاخد والعطى بالعلاقة هو اللي كان بيعطي اكتر بالعلاقة بيحس هيك فهو حاليا بفترة راحة او وقت مستقطع عم يحاول يستشفي فيه عم شوف ايضا انه هو ممكن يكون اكبر منك بالسن فيه بينكم فرق بالسن ممكن يكون هو اكبر منك بالسن او ممكن انت بتحس انك ممكن تعتمد على هالشخص ايضا بمعنى انه بتحترم بتحترم اه بتحترم قراراته او بتحترم اراؤه او هالشخص اثبت لك انه هو اه متوازن بياخذ القرارات او بيحلل ايضا القرارات بطريقة منطقية فهو حاليا عم يشوف انه انضلم بالعلاقة وعم يحاول اه يستشفي بالنسبة لخطواتك انت بالمستقبل عم شوفك في عندك امية ممكن اه بدي احكي عن الابراج اللي عم تتعامل معها لانه دائما بنسى الابراج بركز على طاقة اكثر من الابراج الابراج اللي ممكن عم تتعامل معها ممكن تتعامل مع برج الميزان اه برج هوائية ايضا في عندك برج الجوزاء والغالبية ابراج هوائية ابراج مائية بس بتوقع هوائية لانه الميزان هوائي الجوزاء هوائي بتوقع البرج اللي عم تتعامل معه يكون هوائي او في كتير طاقة هوائية بيعنده بالخارطة الفلكية بالنسبة لخطواتك بالمستقبل انت عم تشوف هالشخص عم تعتبره او عم تعتبره رفيق درب ايضا بالمستقبل برج القوس رح تنحط بمطرح انه بدك تختار بين شيئين او بين شخصين لانه The Lovers بيحكي على Soulmate ولكن ايضا بيحكي عن اتخاذ قرار بين شخصين او بين شيئين مثل Two of Pentacles الجوغلر فهالكارت بيشبهه انه بالمستقبل رح تنحط بمطرح انه لازم تختار بين شيئين او بين شخصين وانت ممكن عم تتهرب من اتخاذ هالقرار حاليا او عم تحاول تبعد عن هالطاقة عن هالانرجي ما بدك اختار قرار حاليا ولكن عم شوفك عم تبعد عن اشي معين او بالمستقبل في نوع من ال انت عم شوفك انت متفائل اكتر بالوضع لانه عندك The Sun Card طاقة The Sun Card بتشبه طاقة برج القوس كتير لانه برج القوس دائما متفائل سريع اذا صار اي اشي بسرعة 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 بتتعافى منه فطاقتك بالمستقبل عم شوف انه انت يعني بدك تاخد صعب عليك انك تاخد قرار لانك بدك الامور تضل كتير عفوية ما بدك الامور تكون جدية وانك تاخد قرار بين شخصين او بين شيئين ايجي يعني كتير جدي يحتاج طاقة كتير سعر ما منك عم شوفك لكن بدك تروح في طريق اه او امية بدك تحققها ممكن ايضا عم تتجاهل مشاعرك انت ممكن بالمستقبل رح تتجاهل المشاعر وتختار المنطق اكتر من المشاعر يعني رح تبعد عن عرض حب او عن شخص اعتبرته امنية بحياتك او كان بدك توصل الو ولكن عم شوفك عم تبعد عن الوضع لانه بتحس انه اه صعب او صار في بينكم بلوك او صار في بينكم عائق كبير مش عارف انت تحلوا هلا من نسبة لطاقة الحبيب او الشريك بالمستقبل عم شوفه عنده عنده تفاهم اكتر للوضع ولكن هالشخص ما بيحب يخسر بمعنى انت عم تتعامل مع شخص عنيد وبدو العدالة ممكن هالشخص بدو اعتذار منك ايضا لانه عندك فايف سوردس فهالشخص متمسك برأيه ومش رح يتنازل عم شوفه هون ما بدو يتنازل عن رأيه لانه عم يحس انه اساسا من البداية انظلم باشي معين او انت ظلمتو او العلاقة بينكم ظلمتو عاطفيا فهو بيحس انه اه بدو نوع من الاعتبار وبدو عم يركز كتير على التفاصيل اللي صغيرة ايضا هالشخص يعني عم يركز على الحكي اللي عم تحكيه معه على اي اشي اي كلمة بتحكيها هالشخص بيحللها كتير بيفكر فيها كتير وبيدرسها كتير طيب بدنا نشوف انت هل بتعت عن هالشخص يعني او بالمستقبل هال رح تقرر انك تبعد عن هالشخص بعلا او هل انت في طريقك الى هالشخص يعني كيف الكون مرتب لك الامور بدنا نشوف اول اشي طيب همشوفك انت بدك وقت مستقطع همشوفك بدك فترة هدنة مع هالشخص في اه عمشوفك بالفعل يعني بالمستقبل طاقتك لانه هون بيحكي لك ذكرت النصيحة بالبداية بس حكينا كان فيها بدك تتمهل قبل ما تاخد قرار فا انت بالفعل بدك تتمهل لتاخد قرار لانه عندك فترة انت وهو هو بنفس الطاقة اذا بتركز نفس الكرت اجاكم بس هو حاليا بها الطاقة يعني هو حاليا عم يستشفي بها الطاقة انت ممكن تكون مشغولة باشيا حاليا بحياتك ولكن في المستقبل انت اللي طاقتك رح تكون نفس طاقته حاليا يعني انت اللي رح تستشفي او بدك وقت مستقطع طيب بدنا نشوف اه يعني مبين انه انت بدك بريكن الوضع بدنا نشوف الحبيب هل ناوي يقوم بخطوة او بالتواصل اتجاهك او اه شو هو العائق بينكم يعني بدنا نوضح طاقته بالمستقبل اكتر بشكل عام اه فهالشخص بده تواصل معك ام شوف وبده بدايات جديدة معك ولكن ام شوف انه البدايات الجديدة اللي هالشخص بده اياها اه بده تكون ملموسة يعني هالشخص عم شوفه ما بيحب اه ما بيحب الحكي او بده الاشي تكون منصفة يعني العلاقة بده ياها تكون جدية بينكم عم شوف ايضا هو عم يحس بمنافسة كتير ممكن انت تكون برج القوس محوط او حواليك اشخاص كتير اصدقاء كتير وهالشخص عم يحس انه في منافسة بينه بين الاشخاص الاخرى مشان هيك هو استحب حاله من العلاقة عم شوف هون او عم يحاول يبعد لانه هالطاقة مش كتير بتعجبه ايضا بيشوف انه الحكي دائما بينكم لانه هاي ورقة التواصل ورقة فالحكي دائما بيشوف بينكم كل ما بيصير في بداية جديدة بيصير في بينكم مشاكل النزاع بالحكي مخاصمات مجادلات بالحكي بيشوفك هالشخص متهور بالحكي او سريع بالحكي او ما بتفكر كتير او ما بتفلتر الحكي كتير قبل ما بتحكي وانت يعني برج ناري اللي بقلبك على لسانك بتحكيه على طول بما انه هو مبين انه برج هوائي فبيحب يحسب كل اشي قبل ما بيحكي فيه ف عم شوف انه انتو الاثنين روحانيا كتير متواصلين مع بعض ممكن ما يصير في بينكم حكي بالفترة القادمة الى انه عم شوفكم عم تستشفوا وهالشخص عم عم يحس انه انضلم معك او هو كان كتير جدي بالعلاقة وانت كنت عفوي مثلا لانه مبين فيه اوراق مختلفة بينكم اوراقك اصغر من اوراقه ف هالشخص ايضا عنده تخوف من انه يقوم باي خطوة او يصير في بينكم اي تواصل لانه دائما كل بداية جديدة بيصير فيها وبيصير فيها تتش بالتواصل فانتو في عندكم عدم تفاهم عم شوف في عندكم عدم تفاهم كتير كبير فبيحتاج الى مرونة من برج القوس بيحتاج منك انك تكون مرن وتفهم هالشخص جاي من وين يعني مش فقط اي اشي بتحسه بتحكيه على طول يعني ممكن اشيه انت ما تفكر فيها ولكن ممكن تجرح الطرف الاخر او او تحسس منها الطرف الاخر وعم شوف الطرف الاخر بيحتاج انه يكون منفتح اكتر بدل من طاقة الهدوء او عدم الحكي بده عبر اكتر فعم شوف انه بالمستقبل افضل اشي الطاقة المشتركة بينكم افضل اشي اللي ممكن تساوه حاليا في المستقبل انه تركز كتير على تواصل بدك تركز كتير على التواصل مع هالشخص تنتبه على نوعية الحديث او الحكي اللي بتحكيها مع هالشخص لانه الكونفلكت بينكم او النزاع بينكم او الامور الصعبة بينكم لانه في عندكم كتير عدم تفاهم من ناحية الحديث او من ناحية الحكي اموشن لي عاطفيا كتير قريبين من بعض روحانين كتير متصلين ببعض بس عقليا بالحكي بالتفاهم العقلي كتير في بينكم صدام تصادم في كتير بينكم تصادم فافضل حل بالمستقبل اذا صار بينك وبين هالشخص لقاع او حديث لانه بيان انه انت بدك معه بداية جديدة وهو ايضا بده بداية جديدة ولكن دائما تنتهي بنزاع او بكونفلكت فهو خايف انه يتخذ قراره فالافضل انه فقط تنتبهوا على طريقة الحديث مع هالشخص اوكي حبايبي برج القوس بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها اذا حبيت الفيديو لا تنسوا تحطلي لايك وكومنت شار وسبسكرايب ان شاء الله رح شوفكم في فيديو قادم شكرا لكم جميعا